اشتركوا في القناة احمد عبدالله تركي محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه معمل الوبح لانتاج الغاز ومصنع زلال للمياه المعدنية في بئر ناصر بالفيوش بمديرية توبان مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير والزميل عبدالقوي عبدالرقيب تواصلا لاحتفالات شعبنا بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني المجيد الثلاثين من نوفمبر افتتح لاخ اللواء الركن احمد عبدالله تركي محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه اليوم معمل الوبح لانتاج الغاز ومصنع زلال للمياه المعدنية في بئر ناصر بالفيوش مديرية توبان وعقب قص الشريطين ادل الاخ المحافظ بالتصريح لقناة عدن الفضائية قدد فيه التأكيد بان السلطة المحلية بالمحافظة ستواصل دعمها للمستثمرين القادين الذين يقدموا مثل هذين المشروعين الهامين الذين سيسهما في تطوير عقلة الاقتصاد بالمحافظة واستيعاب عمالة جديدة على طريق التخفيف من البطالة منذ ذكرى الرابع والخمسين لعيد الاستقلال الوطني نحن اليوم نفتح مشروعين استثماريين هامين في إطار مديرية توبان هو مشروع محطة غاز سعبية غاز ومشروع مصنع زلال للمياه المياه الصحية وهذا المشروعين تعتبر المشاريع مهمة في إطار المديرية ولها مردود إيجابي في رفض المحافظة بإحتاجاتها من الغاز وكذلك بإحتاجاتها من المياه في ظل هذا الافتفاع القانوني للإسعار نشهد على إياد كل المستثمرين بأننا سنكون عوناً لكل المستثمر في إطار المحافظة وسنسهل ما سهلنا للأخ المستثمر الوبح في تسيير هذه المشروعين وبهذه السرعة البسيطة التي تم إنجاز هذه المشروعين نتمنى من الأخوة للمرة الثانية نقول أن الأخوة المستثمرين القادين وليس المستثمرين الذين لديهم فكرة حكز الأرض وبيعها نقول للمستثمرين القادين لديهم القدرة وعندهم الإمكانيات نحن في السلطة المحلية سنكون عوناً لهم وسنساعدهم على تسهيل عملهم وسنسهلهم كذلك حتى في الجمارك ومع الجهات المختصة التي مربوطة بالميناء وغيرها من جانبه تقدم الأخ المستثمر ديان محمد أحمد باقش بالشكر العميق على التسهيلات التي حصل عليها وشريكه وليد عبد الله حسين من قبل الأخ المحافظ والسلطة المحلية والأخ المهندس محسن حمد بن وهير المدير تنفيذي للشركة اليمنية للغاز مما مكنهما من إنجاز مشروعيهما بنجاح ليكون إسهاماً في العملية الاقتصادية في المحافظة فأنا أشكر جزيل الشكر للأخ المحافظ محافظة سلاحي والأخ مدير الأمن صالح أحمد السيد على هذا النزول تتاح هذا الموقع الاستثمارياً في المحافظة وليكون هذا المشروع يرفض المحافظة في الأيدي العاملة من أبناء المحافظة والمناطق المجاورة بعد ذلك قام الأخ المحافظ بقص شريطي الافتتاح لمعمل الغاز ومصنع المياه المعدينة ثم طاف في أقسامهما طلع على سير العمل فيهما حيث بلغت تكلفة معمل الغاز مليون دولار أمريكي ويستوعب عشرين فنياً وعاملاً ويقوم بإنتاج عشرة آلاف عبوة غاز يومية سيغطي إنتاجه مديرية توباً بالكامل فيما بلغت تكلفة مصنع المياه الغازية 2 مليون و750 ألف دولار أمريكي ويستوعب سبعين فنياً وعاملاً ويقوم بإنتاج خمسة عشر ألف كرتون من المياه يومياً قابلة للزيادة في المحالة الثانية من تطوير المصنع رافق الأخ المحافظة في الافتتاح كل من الأخوة مدير عام أمن المحافظة ومدير عام الاستثمار ومدير عام مكتب الصناعة ومدير عام مكتب الشهداء والقرحة ومدير عام مديرية توباً وعدد من قيادات السلطة المحلية بمحافظة لحك مع تحيات عبدالقوي عبدالرقيب من الإدارة العامة للأخبار ناقش محافظ حضر موت الليوار ركن فرج سالمين البحصني بالمكلة في اجتماع مع عدد مع وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين دورهم في عملية التواصل والتنسيق بين السلطات المحلية في المديريات وقيادة السلطة بالمحافظة اطلع المحافظة البحصني من وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين الى تقارير عن نتائج نزولاتهم ولقاءاتهم بسلطات المحلية بالمديريات والاطلاع على حجم المشاريع التي تحتاجها كل مديرية وتدخلات الممكنة لتنفيذ تلك المشاريع وتلبية احتياجات المديريات وناقش الاجتماع ومستجدات الاوضاع وقرارات فخامة الرئيس عبدالرب منصر هادي رئيس الجمهورية التي اتخذها بشأن تعزيز العملة الوطنية مؤكدين اهمية ان يقابل تلك القرارات بنزولات ميدانية لمراقبة مستوى الصرف وتكثيف الدور الرقابي على اسعار المواد الغذائية التقى محافظ حضر موت اللواء الروكنفاري السالمين البحصني بمدينة المكلة وفد مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية برئاسة مساعد مدير الاغاثة العاجلة بالمركز ناصر السبيعي اشهد المحافظ المحسني بجهود مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتدخلاتهم في الاعمال الاغاثية والانسانية والتي اسهمت في التخفيف من الاعباء المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون بدوره ثمن ناصر السبيعي جهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضر موت في تقديم كافة تسهيلات وتذليل الصعوبات لانجاح برامج واعمال المركز مشيرا الى انه سينقل كافة الخطوات التي اتخذت السلطة المحلية في المحافظة في سبيل التخفيف عن المواطنين الى قيادة المركز اشهد وكيل اول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي بما تقدمه جمعية افران عدن الخيرية التابعة لهيئة الخليج وعدن للتنمية الانسانية في العاصمة المؤقتة عدن وتقديم رغيف الروتي للأسر المحتاجة بصورة مجانية اكد الوكيل الشاذلي خلال لقائه المدير تنفيذي الجمعية الافران الخيرية سيف اليهري ومدير عام المؤسسة الاقتصادية بعدن انور علي ومدير عام ادارة المشاريع في الجمعية صالح البري استعداد السلطة المحلية ودعم الجمعية في تسهيل اقامة مشاريعها التطورية بتقديم الارض المطلوبة لاقامة افران خيرية لمساعدة المواطنين ودعم تشغيل الافران بمادة الديزل الى ذلك اكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية استعداد المؤسسة دعم وتسهيل إقامة المنشآت الخاصة بالجمعية وتقديم الأرضيات المناسبة لإقامة الأفران وخلق شراكة حقيقية بين جمعية الأفران الخيرية والمؤسسة الاقتصادية من جانبه استعرض المدير التنفيذي لجمعية أورمان الخيرية أهم أنشطة الجمعية في العاصمة الموقعة عدن الذي يجتمل تزويد قرابة خمسين الفرد بمادة الروتي في جميع المديريات إضافة إلى قيام الجمعية بعدد من الأنشطة الخيرية والإنسانية الأخرى نظم اتحاد نساء اليمن بالعاصمة الموقعة عدن بازار للنساء الناجيات من العنف ونساء التمكين الاقتصادية للعام الجاري وذلك ضمن برنامج ستة عشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الحفل الذي يقيم بالمناسبة نقل الدكتور رشاد شايع وكيل محافظة عدن تهاني وتبركات محافظة المحافظة بمناسبة افتتاح البازار الذي يؤكد نهوض المرأة رغم ما تتعرض له من عنف مشيدا بدور اتحاد نساء اليمن الرائد في تنظيم مثل هذه البازارات والنشاطات النسائية التي من شأنها يعادة دمج النساء اللائي تعرضنا للعنف من المجتمع لاستطعنا الاندماج مرة اخرى في المجتمع بدورها استعرضت رئيسة اتحاد نساء اليمن فاطمة موريسي جملة من النشاطات التي ينظمها الاتحاد على المستوى المحلي والهادفة الى رفع قدرات النساء في جميع المجالات بدورها اشاد مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن ماجد الشجري بالجهود التي يبدلها اتحاد نساء اليمن في دعم وتمكين المرأة لما من شأنه توفير مصدر دخل يعيلها في ظل هذه الظروف بعد ذلك قدمت عدد من الفقرات الرقصة قدمتها عدد من زهرات رياض الاطفال وفي ختام الحفل قام وكيل محافظة عدن بتفقد اجنحة البازار الذي احتوى مصنوعات ومنتجات محلية دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميم امتحانات الفصل الدراسي الاول العام الجامعي 2021-2022 في جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية فرع وادي حضرموت وتعرف التميم من وكيل فرع الجامعة دكتور حسن سويلم على اجمالية المتقدمين للامتحان البالغ عددهم 400 طالب وطالبة مشيرا لدور الجامعة في متابعة الخريجين والحرص على دعم ومواصلة المميزين منهم للدراسات العلية وعبر الوكيل التميمي عن تمنياته للطلاب التوفيق مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الجامعة في تهيئة الاجواء المناسبة دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميم بسيئون العيادة التخصصية المجانية لفحص وعلاج السكر التي ينفذها مركز البلسم التابع لمؤسسة البلسم الخيرية استمع وكيل المحافظة من رئيس المؤسسة صالح باجرش الى شرح حول نشاط المؤسسة وجهودها في خدمة المرضى اشهد الوكيل التميمي بجهود المؤسسة مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع التي تخدم المجتمع لسيما في ظل الظروف الراهنة عقدت بمدينة سيئون في حضرموت ورشة عمل بعنوان ادماج النساء المزارعات في اللجان الزراعية واشراكهن في صنع القرار ضمن مشروع تعزيز قدرات النساء المزارعات بمدرية سيئون الذي تنفذ جمعية البدر النسوية التنموية بمنطقة بور بدعم من منظمة البحث عن ارضية مشتركة وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وفي افتتاح الورشة التي حضرها مدير عام مدرية سيئون محمد العامري اشاد وكيل المحافظة عبدالهاد التميمي بدور منظمات المجتمع المدني في الاهتمام بقضايا المرأة وتأهيلها والوقوف الى جانبها للتغلب على التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات وناقشت الورشة التي شارك فيها عشرون مشاركا ومشاركة عمل المرأة في الزراعة في حضر موت بين العرف والقانون وابرز المصاعب والمشكلات التي تواجه المرأة المزارعة ناقش رئيس محكمة استئناف حضر موت القاضي هشام عبدالله الجفري مع مدير عام مديرية غيل بوزير سالم العطيشي بمدينة المكلة الجوانب القضائية بالمحكمة الابتدائية بمديرية غيل بوزير والاحتياجات والمتطلبات الضرورية التي تحتاجها المحكمة أكد القاضي الجفري أهمية تعاون السلطة المحلية بغيل بوزير لبدء وضع اللبنات الأولى للمعهد العالي للقضاء موجها إدارة الشؤون الفنية بالمحكمة برفع دراسات والبدء في عملية تسوير الموقع الخاص بمعهد القضاء بدوره أبدى المدير العام للمديرية تقديم كافة التسهيلات لما من شأنه إنجاح مشروع المعهد تسلم المركز الوطني لعلاج الأوران بوادي حضر موت والصحراء علاجات بيلوجية وتكملية مقدمة من مؤسسة حضر موت لمكافحة السرطان أمل فرع الوادي والصحراء بتمويل الشركة العربية اليمنية للأسمنت بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون ريال إلى ذلك دشن وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي مشروع شفاء ثلاثة توزيع الأدوية المجانية لمرضى السرطان الذي تنفذه مؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان بوادي حضر موت بتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان وتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أشهد التميمي بشراكة الفاعلة بين المركز ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المساهمة بتقديم العلاج لمرضى السرطان ودعمهم ومساندتهم منوها بأن هذه المنحة تأتي امتدادا لعطاءات مؤسسة حضر موت تجاه المرضى للتخفيف من معاناتهم دشنا بعدن البرنامج التدريبي المخصص لمدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والذي يستهدف بناء قدرات التخطيط على المستوى المحلي في جوانب إعداد الخطط المركزية واللا مركزية وخلال التدشين أكد مدير عامل فروع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي حيدر الشداد أن البرنامج يأتي في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة وغير المستقرة منوها إلى أن التدريب يهدف إلى إيجاد فرص لمعالجة الأوضاع المتردية التي تمر بها بلادنا ويشارك في البرنامج الذي تنفذ وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة الإسيسكو تسعة وعشرون مشاركا من مدراء مكاتب التخطيط في المحافظات دشنا مدير عامل مديرية المعلى بعدن عبد الرحيم جاوي فعاليات المخيم الطبية المجانية لفحص وعلاج السكر والضغط والكروسترول وخلال التدشين استمع مدير عامل مديرية من مدير مكتب الصحة بالمعلى الدكتور خالد فارع إلى شرح حول الإجراءات التي اتخذها المجمع في تقديم الخدمات لمرضى السكر من مختلف الفئات العمرية أكد مدير عامل مديرية عبد الرحيم الجاوي إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية للمرضى وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ليحصل المرضى على الرعاية الصحية بكل سهولة موجها الشكر للشركة التي قامت برعاية مخيم وما قدمته من أدوية لمرضى السكر شدد مدير عامل مديرية صيرة بمحافظة عدن الدكتور محمود بن جرادي على ضرورة التعاون والتنسيق بين المكاتب التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد التغليب المصلحة العامة للمديرية لتجاوز التحديات وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فيها وقال بن جرادي في الاجتماع الذي ضم حسين ناصر عضو الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي بصيرة وعائش قادر الرئيس لجنة الخدمات بالمديرية ومدراء المكاتب التنفيذية وقيادة شرطة كريتر أن الأوضاع الراهنة والصعبة التي تعيشها البلاد وتقديرا لدماء الشهداء الذين روت دماؤهم الطاهرة هذه المدينة يتطلب وقوف الجميع لإعادة النظام والحياة لهذه المدينة وتطرق الاجتماع إلى أهمية تنفيذ المشاريع التي من شأنها النهوض بالمديرية وتحصيل الإرادات وإعادة تفعيل نظام الغرامات والتنسيق بين مختلف المكاتب التنفيذية مع شرطة كريتر لتنفيذ الحملات ضد المخالفين الاستمرار في إزالة المظاهر العشوائية وتوفير المعدات والأجهزة المختبرية للمراكز الصحية وتنفيذ حملات رشا ضبابي بدورهم استعرض مدراء المكاتب التنفيذية بمدرية صيرة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم والمقترحات والحلول التي من شأنها أن تسهم في تسهيل عمل المكاتب التنفيذية أكد مدير عامي مدرية ردفان بمحافظة لحج فضل عبدالله أحمد القطيب خلال زيارة لكلية عدن العلوم الطبية التطبيقية فرع مدرية ردفان أن وجود كلية في ردفان بتخصصات عديدة فتح الباب أمام أبناء ردفان الراغبين في دراسة الطب خصوصا الفتاة بعد أن ظلت محرومة بنسبة كبيرة من دراسة هذه التخصصات لعدم توفر كليات في المنطقة وأشار القطيب خلال لقائه بعميد الكلية علي شائف الكربي بأن السلطة المحلية بالمديرية تشجع مثل هذه التوجهات التي تصب في النهاية في خدمة المنطقة التي هي بحاجة ماسة إلى تخريج كوادر طبية لخدمة المجتمع كما قام القطيب وعميد الكلية وعدد من المسؤولين بجولة على القاعات الدراسية للتعرف على سير الدراسة في الكلية اطلع فريق هندسي من صندوق صيانة الطرق والجسور على مشاريع الطرقات في الوادي والصحراء وذلك في إطار تفقده لعدد من المواقع في محافظة حضرموت وشملت نزولات الفريق الهندسي موقع مشروع طريق بن عيفان العبر الخطة الدولية الذي يربط حضرموت الوادي بمحافظة مأرب ومشروع طريق كريم ثمود الذي يربط محافظة حضرموت بمحافظة المهرة ثمن الفريق الهندسي الاهتمام الذي توليه قيادة وزارة الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بمشاريع الطرقات في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بدأت في مديرية زنجبار بمحافظة أبيان عمال مشروع تأهيل عدد من الجولات الرئيسية التي ينفذها مكتب الصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ضمن خطة العام الجديد والذي يستهدف عددا من مشاريع التحسين للطرقات والحدائق العامة بالمحافظة مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي عنده الزميل والضاح الشليلي بتوجيهات من محافظة محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بدأت بمديرية زنجبار بمحافظة أبيان أعمال مشروع إعادة تأهيل وصيانة عدد من الجولات الرئيسية في المديرية في إطار استعدادات المحافظة للسقبال العام الجديد 2022 المشروع الذي ينفذه صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبيان بإشراف ومتابعة من مدير عام الصندوق منصور وادي يتضمن أعمال الرصف والصيانة لجولتي الكتاب وجولة وادي في الطريق العام توجيهات المحافظة وتنفيذ مكتب صندوق النظافة بريادة مديره الشاب الشيخ منصور سالم الوادي فعادت بناء جولة الكتاب إعادة المنظر الجمالي لعدد من الجولات والطرق الرئيسية هو ما تهدف إليه قيادة صندوق النظافة بمحافظة أبيان والذي تنتشر آلياتها في مختلف المواقع والطرقات المستهدفة وسط ترحيب واسع من الأهالي الذين عبروا عن ارتياحهم بما شاهدوه من أعمال تعيد الجمال لهذه الطرقات نشكر رائعي محافظة أبياني وبقى السعين على ما يقوم به لعدد من حافظة وأعادت الزهارة ونموها وتوجيهاتها لصندوق النظافة التي قامت شكورة باتزين الجولات والحدائق وهذا كل الأدن ركعت بين عروسة إن شاء الله في بداية العام الجديد تدخلات صندوق النظافة وتحسين المدينة في معالجة بعض الخدمات في مديري الزنجبار لا يقتصر نشاطه على القيام برفع مخلفات القمامة بل يشمل تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية التي تحتاجها المحافظة ومنها مشاريع تحسين الشوارع والجولات والحدائق العامة لقناة عدن الفضائية والضاح الشليلي محافظة أبيان نظمت لجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل تدريبية حول إدارة الضحايا في النزاعات المسلحة والكوارث لخمسة وعشرين طبيبا وطبيبا من أطباء الأسنان في جامعة عدن وتهدف الورشة التي يديرها الخبير في مجال الطب الشرعي نيتين كومار وتستمر لمدة يومين إلى رفع كفاءة الأطباء في جوانب التعرف العلمي على هوية الضحايا عبر علم الأسنان الشرعي وهذا تنظيم البيانات الخاصة بالضحايا ليسهل على أهاليهم التعرف على هوياتهم أقيم في مخيم سويداء للنازحين عدد من البرامج النوعية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وتنمية المهارات الحياتية في مجالات صناعة العطور والمخور والإسعافات الأولية مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد القداسي شهيدة مخيم سويداء النازحين تنفيذ برامج نوعية من قبل مساحة الآمنة للنساء ومركز محول أمية وتعليم الكبار بتمويل مجمعية رعاية طالب العلم من أهم مشاريع وبرامج المخيمة مشروع دعم وتشجيع النساء وكبار السنة لإستمارة في التعليم والعديد من برامج المهارات الحياتية في صناعة البخور والتعليم المجتمعية والإسعافات الأولية نحن ممثلين عن محل أمية القائمة أعمال مدير عام محل أمية وتعليم الكبار بالمحافظة أفتقر لعدم وجود فصول محل أمية أو معلمات أو كتاب مدرسي فأناشد جميع المنظمات المجتمعية بالمحافظة لمساعدة جهاز محل أمية وتعليم الكبار بتوفير ما أمكن توفيره من عقود مدرسات أو كتب أو عمل مشاريع خيرية تفيد الأمهات لأن الأم تعتبر مدرسة إذا عددت هذه المدرسة أعددت قيلا طيب الأخلاقين القيمة على تنفيذ المشروع أكد أهمية مكانة استهداف مخيمات النازحين ببرامج المهارات الحياتية استهداف تعليم النساء وكبار السنة وتنمية المهارات الحياتية وتنفيذ المشاريع المستدامة في مواقع مخيمات النازحين من أجل وأهم البرامج الإنسانية لقناة عدن الفضائية محمد جداسي محافظة مارب وقيمة في محافظة مارب حفل تخرج الدفع الأولى نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة قليم السبال العام الجامعي 2020-2021 مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الشهر لتقاعة مارب الكبرى حفل توجيه الخريجي قسم نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة قليم السبال العام الجامعي 2020-2021 أنا أبرايس الجامعة عالي شبن الطلاب الدكتور علي سيف الرمال أشار إلى دور الجامعة في مقال التطوير والتحديث في المقال العلمي والأكاديمية مؤكداً على دور الخريجين في خدمة الوطن والمجتمع أكدت الكلمات على أهمية ودور التعليم الجامعية في تخريق الكوادر ذات الكفاءات العالية وفي مختلف التخصصات نحييكم بالسلام ونرحب بكم جميعاً في حفل تكريم وتوديغ خريجي الدفعة الأولى من قسم نظم المعلومات الحاسوبية بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب يسروني ونيابة عن عمادة كلية وجميع كادر الكلية أن نهني أبناءنا الخريجين ونبارك لهم ولأولياء أمورهم وأهاليهم تخرجهم ويطيب لنا أن نشاركهم فرحتهم هذه التي هي ثمرت دراستهم الجامعية الأولى التي سعوا لها بجد التي سعوا لها بجد ونبارك لهم ختامها بفخر هذا هو نهدي هذه الفرحة التي تعتمر أرواحنا وتجيش في صدورنا لآبائنا الذين شقوا لنا طريق العلم بمعول الصبر والكفاح من كانوا يداً معطاطاً وقلباً مبتسم ووجهاً يحثنا على مواصلة المسير ونهديه أيضاً لأولئك الحاضرون رغم غيابهم المدفونون في سرى الأرض العالقون في سناء الروح فرحم الله كل أم وأب فارقوا الدنيا قبل أن يروا فلذات أكبادهم شهدت فعاليات الحفل الذي يقيمها بدعم وتمويلها من مجموعة الشارقة للإستثمار العديد من الفقرات المسرحية والإنشادية والقصادة الشعرية وتميز برقصة شعبية عاكست الموروث الذي تزخر به محافظات الجمهورية لقناة عدن الفضائية محمد قداسي محافظة مارب ختام الأخبار لكم بأجمل التحايا والطيب المناد وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته